الخبار اول ألي عدنا يقول بها انه لا يعرف شن اللي صاير او شن سبب خروجها من الفريق بعدها ردت علي قلت لانه هي راح تهدده شن سبب خروجها من الفريق وبعد الشي صادم يا حبايب كانت انه يارا التقت بي مريانا وقالت بخلالها انه ستسوي مقابلة وهي Live Stage كل حباب حاليا قاعد نسوي انه احنا ننتظر المقابلة اللي راح تسويها المفروض اليوم تزعى Live Stage اللي راح تكشف بها كل الحقائق او بالنسبة للقمار مار يا حبايب في كل الوقت هي تقريباً كانت ساكتو ماذا تحشين شنه قاعد يصير الى بعد فجرت هذه الاستوريات الى اعنش من خروجها من فريق نورمار وكانت خلع الحجاب وبالنسبة للسبب خروجها يا حباب بوصلتين تسريبات مؤكدة انه سبب خروجها هو نزع الحجاب فهي من البداية قومة تعلن اساسهم من خروجها من الفريق نورمار كانت يحاول اقناح انه يمدخل على الحجاب وحاتب الاستوريات اللي يطلع يوضح بيها فان شاء الله الف مبروك عقبال العشرين مليون يا رب ونزلت هذا البوستر اللي كان بي هذه الصورة كانت كاتبة عليه هلاو وسويت متابعة الايمو مار اللي هو من تشخاص التوقع انه هو واحد من اسباب ومن السوق انه طبعاً يحب قمار مار وواحد من اسباب خروجها من الفريق ونكس الوقت لكن القمر ما شاءت الفورو عن نورمار ولا الفريق يعني كانوا ماكوا مشكلة بيناتهم مجرد خرجة من الفريق اكسي ارمار اللي هي اساس ان شاءت الفورو من الفريق كله وكانوا مشكلة اياتهم اما بالنسبة الثاني شي ايا حبايب صار وانه نورمار وصلح سبب الانستجرام للستمائة الف متابع في ان شاء الله الف مبروك عقبال العشرين مليون يا رب وبالنسبة الثاني شي ايا حبايب انه المتابع صار يتهجموه عن نورمار بسبب تخروج قمر من الفريق يعني فالمتابعين يحبوا بحالي انكتشفوا انه نورمار خفى اسم قمر مار من التعليقات اللي عنده بسيطة التهجوم اللي يتعرض له اما بالنسبة الدليل له ندخل للاقص مقطع نزل ونزبيع التعليقات ونكتب قمر مار ونحن على الكلمات الاحثة ثواني راحشوف انه تعليق اشخاص الثانيين ظاهر وبهذا يكون يا حبايب نورمار خفى اسم يارمار وقمر مار من التعليقات اللي عنده وبهذا يكون خفى اخر الذكره القمر وياراب الفريق وبصلا يا حباب لنفسط المقطع تماماً اختياركم بالقناة عمو يوصلكم الأخبار الجاية والأشياء الخرافي اللي حصل اليوم اتوقع وبصلا شاركوا في ازديا من قناة ميك القصص ومع السلامة